اليوم تفاجأت أمالة بهذا التصريحي النازل العدني أمالة ما صلحت بأي شيء يخص البواطنين أو يحملهم مسؤولية تلف الشوارع تلف داخل مناطق السكنية خاصة داخل مناطق السكنية متطاير تلف في الأسفلت ينتج بالأجزاء فقط المحاذية للكربستون بسبب الاستخدام المفرط للمياه يعني في عندنا نحن حالات راصدينها وبلغنا في وسائل الكهرباء والماء بصفتها هي صاحبة الضبطية الغضائية في هذا الجانب بأن هناك في بعض المنازل تصرف باستخدام المياه تصرف حمامات السباحة على الطرق استخدام نفرط في غسيل المنازل